اشتركوا في القناة مدينة الناصرية منذ بداية ثورة تشرين تشرين الأول عام 2017 ولحد هذا اليوم لم تسكت على ضي استمرت في ثورتها واجهت الكثير من محاولات القمع محاولات القتل محاولات التنكيل والخطف والاغتيال لكن شبابها لكن أهلها ظلوا صامدين يوم الجمعة الماضي كان ذروة من ذروات هذه الثورة والمواجهة مع القوى الأمنية والميليشياوية وريدون أن أبدأ من حيثما توقفت أو نتائج هذه الذروة التي حصلت يوم الجمعة الماضي لأن فيها مشهد يدلل على هذه المدينة العراقية الباسلة هذه المدينة العراقية الجميلة الرائعة بعد أن سقط نحو ثمان شهداء وأكثر من مئة وعشرين جريحا في ذلك اليوم وكانت ثوار كان المتظاهرين يحيطون بمبنى المحافظة ويطالبون بقالة المحافظة وكل كادر إدارة المحافظة لفسادهم لعدم تنفيذهم لوعودهم في الأصلاح في تأمين الخدمات في كل ما وعدوا فيه في إطلاق صراح المعتقلين في الكشف عن قتلة المتظاهرين في تلبية المطالب الثوار عموما التي وعدوا بها حصلت مواجهات واجهتهم قوات الأمني والميلي الشيوي بالرصاص الحي قتلت سقطوا أكثر من ثمان شهداء ومئة وعشرين جريح وكثر من مئة وعشرين جريح مثل ما قلنا عند هذا الحد من هذه القصة بدأ الطوابير وأهل الناصرية تتوافد على مستشفى الحبوبي كان مشهدا رغم الحزر رغم الأذى رغم الأسل الذي كان يخيم على هذه المدينة نتيجة فقدها ثمانية من شبابها وجرح مئة وعشرين من شبابها أيضا من أهلها الطيبين لكن المشهد كان عندما تراه يصر قلبك يصر الناظر كيف هبت المدينة بكل شيبها وشبابها ونساءها للتبرع بالدم المستشفى استقبلت الجرحة حتى في مرآب السيارات لم تستطع ردهات المستشفى استيعاب عدد الجرحة والشهداء لذلك بدأ التطبيب في مرآب السيارات الناس كانوا يتوافدون وهذه الصورة الرائعة الناس يتوافدون من كل أنحاء الناصرية للتبرع بالدم هذه صورة رائعة جدا لمدينة باسلة مدينة تقبل موت لا تقبل بالموت ترفض الموت وترفض الظلم وترفض الاستعباد وترفض القهر وترفض الكذب هذه مدينة رائعة مدينة عراقية رائعة ترفض هذه العملية السياسية وهذه الأحزاب الفاسدة وهذا الخراب وهذا الدمار وهذه المحاصصات الطائفية رفضتها وتحملت نتائج كل هذا ودفعت ثمن كبير من دماء أبنائها شهداء وجرحة وتخريب وأذية واختيالات واختطاف لكنهم كانوا أكثر صمودا كانوا أكثر إباءا كلما زادت الهجمة ضدهم كانوا أكثر تماسكا وأكثر قدرا على الصمود أهل الناصرية أثبتوا أنهم يعني موالين للثورة يعني مؤيدين لها مساندين لها مساندين لأبنائهم لذلك هبوا بهذه المئات بل الآلاف من أهل الناصرية كلهم للتبرع بالدم رغم الظروف الصحية رغم الخوف من انتشار وباء كورونا رغم كل التحذيرات لكنهم أمام واجب وطني واجب إنساني هبوا جميعا ورفضوا كل المحاذير وساروا إلى مستشفى الحبوبي لكي يتبرعوا بالدم للجرحة لأبنائهم لأهلهم لهؤلاء الأبطال لكي تستمر ثورة هذا هو المشهد المهم في كل ما حصل وهذا المشهد يدعى أنه الثورة ماضية إلى طريقها ماضية إلى أهدافها وستربح في النتيجة وستنتصر وسيهزم كل هؤلاء الجمع كل هذه الأحزاب وهذه القوى وهذه العملية السياسية البائسة التي بنيت منذ 18 سنة وخربت العراق ودمرته وكل رموزها وكل أحزابها وكل قواها ما زالت تكذب وما زالت تفسد وما زالت تنهب وما زالت تغرف من دم المواطن العراقي مع الأسف الشديد الكادر الطبي هذا الكادر الطبي لمستشفى لمستشفى الحبوبي في الناصرية كان مثالا لأهل الناصرية أيضا كان يعني بكل بكل موجودات هذا الكادر الطبية تحرك بسرعة وبقدرات فوق الاعتيادية لكي يسعف الجرحة يساعد هنا ويطبق هنا ويخيط جرحا ويجري عملية هنا هذه الصورة الحقيقة عندما تشاهدها يعني تعرف كم كم عمق هذه الحضارة لهذه المدينة وكم عمق حضارة العراق وأهله كم يستحق أهل العراق الحياة كم تستحق هذه المدينة ومدين العراق الحياة بإباء وشرف وحياة ضيبة عندما تشاهد هذه الصورة تشاهد هذا التكاتف هذا التآخي هذا الإيثار الكبير اللي يتبرعون بدماؤهم بأوقاتهم بكل سعادتهم في وقت مخيف في وقت في كورونا في وقت في ميليشيات وفي قتل وفي رصاص حي يضرب وفي قوة مستبدة لكن مع ذلك لا يهابون كل هذا ويذهبون إلى المستشفى ويقفون مع جرحاهم ويساندون الثوار في الوقت الذي كان تسقط أعداد من الجرحا وينقلون إلى المستشفى كان هناك ثوار يزدادون قوة ويزدادون اندفاعا باتجاه تخليص هذا الموقف حتى استطاعوا أن يدخل المحافظة ويسقطوا كل شيء لذلك الكاظمي من بغداد أصدر أمره إلى المحافظ بالاستقالة لكن المحافظة أصدر خوفا من انفلات الأمور أصدر ورقة قال يعني عرضها قال أن هذه استقالتي حفاظا على دم أبناء مدينتي أي دم تحافظ عليه قبلها بأيام سقطوا ثلاثة وعشرات الجرحا وقبلها خمسة وعشرات الجرحا وكونهم برصاص القوى الأمنية والميليشياوية قبلهم مقتد الصدر وميليشيا تواجهوا الناس بالرصاص والقتل والسكاكين ونفس القضية إن عادت كل الذي أرادوه أهل الناصرية إبعاد هذه الأحزاب الفاسدة عن ساحة الحكم في الناصرية والمطالبة لكل العراقيين يعني عندما تقرأ مطالب ثوار الناصرية ستجدها مطالب عامة لكل العراقيين لا تقتصر على مدينة الناصر نعم فيها فقرات لمدينة الناصر وهذا من حقهم لكن في نفس الوقت المطالب العام من الإطار العام هو للعراق المحافظ استقال ناظم الوائلي والكاظم يشكل كعادته يشكل مجلس تحقيقي حال حال مئات الآلاف المجالس التحقيقي التي شكلت في العراق منذ عام 2003 لحد الآن لن يأتي بنتيجته منذ الآن نقول النتيجة غائب أين قتلت المتظاهرين أين من سبى الناس أين من اعتدى عليهم أين الشمري أليس واحد من قادة الكاظم الآن الذي دخل على أهل الناصرية في فجر يوم دام وقتل خيرة شبابهم وجرح الكثير وعاد بمهمته من دون أن يمسه أحد وقال واصدرنا أمر القبض عليه هذه كذبة كبيرة الحقيقة أنا بدأت بهذا الموقف وهذه الصورة لهذه الحلقة وسأترك للحلقة الأخرى إن شاء الله الحديث عن ثورة أهل الناصرية ومطالبهم لكن تبقى صورة هذا التأخي صورة هذا هذه الهبل يعني هذه الطوابير من المواطنين من أهل الناصرية الذين كانوا يقفون لتبرع بدهم تبقى وصورة الكادر الطبي وصورة أهل الناصرية كلهم الذين هبوا لمساندة أبناءهم الثوار صورة مشترقة صورة تعبر عن الأمل صورة تعبر عن العراق الماضي إلى أهدافه رغم كل الزواد رغم كله طلام وقت هذه الحلقة قد انتهى تركوكم بخير والتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم